موسيقى الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران موسيقى أنقاض داعش في الموصل تتحول إلى حدائق وفي نشرتنا أيضا إيلي شاب لبناني ينجح في التغلب على طيف التوحد أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من إيران اضرب زلزال بقوة 5 درجات و13 درجة بمقياس رختر محافظة إيلام الإيرانية الواقع عند الحدود مع العراق بالتزامن مع هزات أرضية أقل قوة ضربت مناطق أخرى في البلدين وفدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن قوة الزلزال في المحافظة وقعت على عمق 10 كيلومترات مضيفة أن الزلزال آخر بقوة 3 درجات و15 درجة ضرب منطقة في محافظة كرماشاه غربي البلاد قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات بسبب تزيفهم أوراقا نقدية يمنية قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأفاد بيان للوزارة بأن الشبكة تحايلت على قيود التصدير الأوروبية من أجل تقديم الإمدادات ومعدات التزيف أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن العقوبات المفروضة على برنامج كوريا الشمالية النووي يؤثير على نظام كيم جونغ أون إلا أن واشنطن ما تزال تأمل في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة التي طال أمدها وتأتي تصريحات تيلرسون بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إعادة إدراج كوريا الشمالية ضمن القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب دعت خمس وثلاثون منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يخصص لأزمة الروهينغا في ميانمار كما طالبت المنظمات المجلس بإصدار قرار يحض ميانمار على وقف كل انتهاكات حقوق الإنسان ثورا أثارت صور بيع المهاجرين بالمزاد العلني في ليبيا ردود فعلا صادمة في العالم خصوصا في القارة الأفريقية التي انتفض كثير من مشاهيرها في عالم الرياضة والأدب والموسيقى للتنديد بهذه الممارسات فهل أصبحت العبودية مصير المهاجرين عبر ليبيا؟ التفاصيل في سياق التقرير التالي أفارقة يباعون بالمزاد العلني في ليبيا هذا ما جاء في تقرير لقناة CNN الأمريكية هؤلاء أفارقة يتحولون إلى عبيد للمهربين الذين لا يترددون في بيعهم للعمل في قطاع الفلاحة ويظهر مقطع الفيديو شبانا من النيجر وبلدان أخرى من منطقة جنوب الصحراء الكبرى يباعون بسعر 400 دولار أو 300 جنيه سترليني في أماكن لم يكشف عنها من ليبيا وقال مهاجرون يحاولون الوصول إلى أوروبا إن مهربين يحتجزونهم ويجبرونهم على العمل مقابل رواتب قليلة أو عدم تقاضي أي رواتب على الإطلاق كيف كان رد فعل أفريقيا والأمم المتحدة؟ لقد قالت منظمة الهجرة الدولية في إبريل نيسان الماضي إنها جمعت أذلة على العبودية في ليبيا وقال مدير بعثة منظمة الهجرة الدولية في ليبيا آنذاك إن تحديد أسعار المهاجرين يخضع للمهارات التي يمتلكونها بدوره عبر الاتحاد الإفريقي عن غضبه من مقطع فيديو مسرب يظهر على ما يبدو مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى يباعون في أسواق عبودية في ليبيا وطالب رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس غينيا ألفا كوندي بملاحقات قضائية على خلفية التجارة التي وصفها بالخسيسة والتي تعود إلى حقبة أخرى هل عمقت فضيحة العبودية جراح الأزمة الليبية؟ لقد أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أن طرابلس فتحت تحقيقا في العبودية التي يعتقد أنها تجري قرب العاصمة والتي ندد بها تقرير مثير للصدمة بثته شبكة CNN الأمريكية الأسبوع الماضي واستغل مهربو البشار الفراغ الأمني والفوضى التي تعم ليبيا حيث سمحوا لعشرات الآلاف من الأشخاص بعبور البلد شمال الإفريقي إلى إيطاليا صدمة واستنكار عالمي تجاه التقرير وأثارت صور بيع المهاجرين بليبيا ردود فعل صادمة في العالم خصوصا في القارة الإفريقية التي انتفض العديد من مشاهيرها في عالم الرياضة والأدب والموسيقى للتنديد بهذه الممارسات وتظاهر نحو ألف شخص في باريس السبت للتنديد بالوضع وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها بالفرنسية لا للعبودية في ليبيا تحولت مخلفات داعش وأنقاضه المنتشرة بسبب إرهابه في شوارع مدينة الموصل القديمة في العراق تحولت إلى حدائق بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تحرير المدينة واطلقت فرق شبابية حملات لتنظيف أهم الشوارع التجارية والتراثية في المدينة القديمة في إطار جهود إعادة الحياة إلى هذه المنطقة التي شهدت انهيار داعش مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل قبل أشهر شهدت هذه الشوارع أشرس المعارك في الموصل بمواجهة داعش خلال تحريرها حيث فجرت تنظيم أكثر من عشر سيارات مفخخة اليوم هذا المكان تحول إلى حديقة زرع فيها أهالي المدينة الزهور بعد أن نظفوها بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية قامت حملة نخوة الخيرية بمساهمة منها والكادر ما لننتكون من عشر أشخاص بحملة تطوعية مساهمة منها بتنظيف المنطقة القديمة وعادة الحياة إلها وبمساندة الفرقة الخامسة شارع خالد بن الوليد يعد أحد أهم الشوارع التجارية في الموصل إلى جانب شارع السرجخانة الذي يحتوي آلاف المحال التجارية حيث يعتبر قلب المدينة ولذلك اختاره السكان مكانا للاحتفال بإعادة تأهيله مرة ثانية باشرة بلديات نينوا بتشكيل جهد هندسي مؤلف من آليات من شفل وقلابات لفتح هذه الطرق ودعم هذه اللجنة لإعادتهم إلى محلاتهم وعمالهم وإعادة الحياة إلى جانب الأيمان كانت غاية بلديات نينوا هو فتح الطرق الرئيسية ورفع الانقاض وردم الحفر اللي خلفتها داعش نتيجة الانفجارات وعمال الحربية فباشرت بردم كافة الحفر بكميات من حصل خابط مادة التيكلة ورفع كميات كبيرة من مخلفات الحرب برغم الدمار الكبير وأطنان الأنقاض التي خلفتها المعارك مع داعش لكن جهود الأهالي بالتعاون مع بلدية الموصل تمكنت من إعادة الحياة مجددا إلى هذا المكان الذي كان منكوبا قبل أيام عدة باشرنا العمل داخل المدينة القديمة لهذه المدينة من أهمية حيث تعتبر شريان الموصل كلها أسواق ومحلات إضافة إلى الأزقة تقدرت كمية الأنقاض الموجودة داخل المدينة القديمة ثلاث ملايين ونصف مكعب من الأنقاض والمخلفات تركزت جرائم داعش أثناء عمليات تحرير الموصل على تخريب المدينة انتقاما من أهلها بسبب رفضهم دعمه وقد أمعنت تنظيم بالدمار لكنه فشل بتدمير إرادة الحياة التي تتملك سكان المدينة ساعين بجهود حثيثة لإعادة مرافقها وشوارعها إلى أجمل مما كانت عليه لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فصل قصير أحييكم من جديد طيف التوحد لا يعني بالضرورة أن يتقوقع الطفل على نفسه في حالة مرضية نفسية إنما يعني أن تكون له فرصة للإندماج في المجتمع متى كان التدخل مبكرا وخير دليل على ذلك قصص النجاح المتكررة قصة ناتاليا من لبنان بطلها إيلي ومدرب مد له يد العون ليكتسب مهارة صنع الحلويات تفاصيلها ضمن تقرير مراسلة أخبار الآن من بيروت ريسي أبي أنتون بشغف كبير يفسر إيلي منصور خطوات تنفيذ الحلويات بلجنا هكي بنعمل أرانج هكي وكبسنا هكي وقف بجعل حطينا كاوكاوب كبسنا هكي بجعل فينا هكي حطينا بزبدة كبسنا ياهو عملتوا كله وقفنا لعمنا هادي من بعد هون شو منعمل؟ بيجعل بيضبطوا هادي بيجعل بيحطوا فرم هادي بيهويهم وتقعوا على عاطق إيلي مهام المساعدة ريثما يصبح مؤهلا تماما ليكون شاف فهو يعاني من مرض التوحد لكن إصراره على التقدم جعله يتطور إيلي يعني أنا عندي هون مبلش جديد يعني صاره تقريبا سنتين فمعن بيقدر يفوت يعني عم بيقدر يعمل كل شي فيه كم شغلة بعضنا بأكيد يعني عاد تدريب وعلى الوقت كله بيجعل يمشي الحال بس أنه بالعجين بيقدر يساعد بيعرف كل شي مفروض ينعمل هون حتى إذا بتشوفوها لأد دقيق يعني بكل شغلة بيعملها يعني أن إحنا عم نعملها هو صار يعرف يروح بيجيب للشغلة بحطها لحطا نزيدها على العجينة أو لحطا نبلش نغلف أو لحطا نرأح يعني حيال لشي هو صار حافز كل شي مفروض ينعمل بالدور صراحةً كعننا كذا حدا كذا تلميز من هون صار برا عمشتغل بكذا بات سري بكذا محل فأنا بتخيلوا أنه عادي ينشط في مجالات عدة ويحاول اكتساب المهارات لتحسين جودة حياته والأساس يقعوا على عاطق الأهل عم أعمل هيك بتكبس له جعلت جعلت لزقته السكس حطيته صفيته ها جعلتنا أنت بتحب تعمل هذا الشغل كله؟ ايه كله ليه بتحب تعمله؟ ها كم نقلم صفه هاكي وبالمدرسة كمان شو عم تتعلم؟ موزليك مجرى، نجارة، موسيقى وشو بتحب أكتر؟ المخبز أو الموسيقى أو النجارة أو الموزيك؟ كله، كله بنعملوا شغلة كله وإنت وقت تكبر شو بتحب تصير؟ فورم، بنبيعوا بنعملوا كله نسمي نبيع محال إذا كانت لأطفال التوحد سلوكيات نمطية تكرارية محدودة، وفيها أيضا خلل وظيفي في التفاعل الاجتماعي، إلا أن التمكين يعزز قطعا إمكانية العيش باستقلالية مستقبلا أطفال التوحد ليسوا بحالات تعجزية، فالتنشاءة المنزلية والتربية المتخصصة والثقة بهم ستفتح لهم المجال واسعا لكي يكون أعضاء فاعلين في المجتمع لأخبار الآن، تريس أبي عنطون، لبنان تعتزم بيروت بناء متحف جديد لتاريخ المدينة في منطقة أثرية لها أهمية تاريخية وسط العاصمة اللبنانية وستعرض فيه قطع أثرية تستخرج من موقع المتحف الذي يتوقع افتتاحه في غضون ثلاث سنوات وسيتم بناء المتحف الجديد في موقع مبنيا بين ساحة الشهداء والثل الأثري المعروف بالسرع الصغير أهمية هذا المركز لهذا المتحف أنه هو أول متحف تاريخي أركيولوجي يعني بمنطقة أركيولوجية هو بيروي تاريخ بيروت عبر العصور وبنفس الوقت هو واقع بمكان تراثي وتاريخي وأثري فيه من تاريخ بيروت عبر العصور هلأ بالحفرية هناك عبطلع عشاء بيزنطية وعبطلع مزييك وعبطلع عشاء رومانية كولومز رومانية ومجاري مياه رومانية لكن هو الحقيقة مش هني كل شيء مهم في عنا موجود بمستولعات المديرين العامل للأثار شيء كتير حلو يطارع ببيروت بحفريات بيروت وموجود عنا واليوم شغلة المتحف الوطني يعني يشتغل مع مجموعة من الأثاريين بتفتيش بما نملك وبأهمية ما نملك وعرضوا بطريقة فنية لو أحد بس يفوت على هالمتحف يكتشف تاريخ بيروت يعد بداية فصل الشتاء من أكثر الأوقات انتشاراً لفيروس الروتا الذي يصيب الأطفال ويسبب الإصابة بالإسهال الشديد والذي من الممكن أن يصل في حالة عدم تدخل العلاجي سريع إلى مرحلة الجفاف تفاصيل أوفة مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدالله فيروس الروتا هو عبارة عن فيروس يصيب الجهاز الهضمي ويسبب الإسهال والقيء المتكرر الأطفال هم عادة الفئة الأكثر إصابة بهذا المرض خصوصاً ما بين عمر الستة أشهر إلى سنتين كما أنه يمكن أن يصيب البالغين أيضاً وتبدأ أعراض الروتا بالقيء الشديد والإصابة بأعراض تشبه أعراض نزلة البرد وسعال شديد وصعوبة في التنفس وإصابة الطفل بالإسهال وينصح الأطباء لتجنب الإصابة بالمرض بالتالي منع وصول المايكروبات للفم والتي تعد العامل الأول لظهور المرض وضرورة غسل يدي الطفل باستمرار والنظافة بشكل عام ومنح الطفل الأكل المتوازن على فترات متتالية في اليوم والاهتمام بالفيتامينات من خلال التركيز على الطعام الذي يحتوي على الخضروات والفاكهة ولا يوجد علاج معين لفيروس الروتا إنما يكمن علاج الحالات المصابة في السيطرة على الأعراض ومنع الجفاف عن طريق السوائل سواء الوريدية أو عن طريق الفم وينصح الأهل بإعطاء أطفالهم لقاح فيروس الروتا لما لهذا المرض من مضاعفات شديدة على الأطفال دون سن الثانية والتي قد تصل في أسوأ الحالات إلى الوفاة وهناك نوعان من لقاح فيروس الروتا وكلاهما يؤخذ عن طريق الفم النوع الأول يعطى بثلاث جرعات في عمر شهرين وأربعة أشهر والجرعة الأخيرة في عمر الستة أشهر أما النوع الثاني يعطى بجرعتين في عمر الشهرين والأربعة أشهر قال برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز إن تطوير عققيرة جديدة بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا التشخيص المبكر للأيدز أسهم بشكل فعال في مكافحة المرض والتخلص منه ووضح البرنامج أن عققيرة مضادة للفيروسات الرجعية استخدمها كثير من المصابين بالأيدز كعلاج يمكنه إطالة أعمارهم أحرز التقدم سريعا في مكافحة المرض نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فصل أخير تصريح خطير حول عملة البيتكوين قد يجعلكم تصرفون النظر عن الاستثمار فيها أحييكم من جديد مشاهدين كرام ونتحول وإياكم إلى مهتراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجولنا القاصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين من صحيفة الأيام البحرانية التي نقرأ منها القهوة وقودا للحافلات في لندن قالت شركة رويل داتشال وشركة تكنولوجيا النظيفة بايوبين إن بقايا القهوة ستساعد في تزويد بعض الحافلات في لندن بالوقود وفد بيان للشركتين أن الوقود الحيوي الجديد الذي يحتوي جزئيا على زيت القهوة يجري إدخاله في سلسلة إمدادات وقود الحافلات إلى صحيفة الوئام السعودية التي اخترنا منها لكم ألماني نسي أين ركن سيارته لمدة عشرين عام عرر مواطن ألماني في عام 1997 محضرا لدى شرطة مدينة فرانكفورت يفيد باختفاء سيارته معتقدا أنها سرقت ومنذ أيام قليلة كشفت الشرطة في فرانكفورت عن غموض اختفاء السيارة التي أبلغ عنها منذ عشرين عام ودلت التحريات عن مكان السيارة وتضح أن صاحبها نسي أين أوقفها اخترنا لكم من صحيفة البيان الإماراتية اكتشاف دواء يمكنه ترميم التجاويف وتنمية الأسنان جاء في تفاصيل الخبر خلص اكتشاف حديث إلى أن دواء خاص بمرضى الزهايمر قد يحل محل حشوات ترميم تجاويف الأسنان إذ يحفز دواء تيدي جلو سيب الخلايا الجذعية في لب الأسنان ويعزز إنتاج عاج جديد ويعمل على ترميم الأسنان الطبيعية ومن صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم نقرأ مخطوطة نادرة للتوراة ضبطت قوات الأمن التركية مخطوطة أثرية نادرة للتوراة يعتقد أن عمرها سبعة قرون منحوطة على جلد الغزال وبخط ذهبي في ولاية مونغلة غربي البلاد وذكرت مصادر أمنية أن قوات الدرك تلقت معلومات استخباراتية تفيد بوجود مهربي أثار يريدون بيع مخطوطة للتوراة حيث تقمص أفراد من الأمن صفة المشترين وتواصلوا مع المهربين وختم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية أجسام فضائية وصلت إلى الأرض عن طريق الغبار الفضائي كشف بحث جديد أجره علماء بريطانيون عن دخول أجسام فضائية إلى كوكب الأرض عن طريق الغبار الفضائي إذ قال العلماء أن هذه الأجسام قد يكون تم نقلها عبر الكون وإلى كوكبنا تقاليد المريطانيين وعاداتهم كثيرة ومنوع لكن أن يقضي الشخص الواحد منهم ساعات وساعات في حروب وهمية فذلك ما يستدعي التأمل في الموضوع بتقرير مراسلنا أحمد بدي من الواكشوت سنتابع كيف يحاول المريطانيون الإبقاء على أهم لعبة ذهنية في تاريخهم نتابع لعبة سرند اللعبة الأشهر في موريتانيا لا تحتاج إلا لبعر الإبل وعواد من خشب تجمع لترصى كجنود أشداء على أرض جرداء الجيشان سيقتتلان وبعقول تحرك كل جندي حسب ذكاء المحرك وحسب مقتضيات الحرب بين الخير والشر ربما يمضي هؤلاء الساعات بعد الساعات ففي الحرب على الشر لا مكان للارتجال والتسر لعبة طامة هي لعبة موريتانية أصيلة أصلا تمارسها الناس في وقت الفراغ وهي لعبة ذكية تنمي الذكاء عند الشباب لا توجد إلا في مجتمع موريتانيا وهي لعبة في ذكاها أنا لأنني ألعب شيئا ما لعبة الشطرانج هي تفوق لعبة الشطرانج بالذكاء وعدد الاحتمالات وهي لعبة مهمة جدا وأصيلة في الشعب الموريتاني وتمثل ذقافة الشعب الموريتاني الأصيل في اتحادية لعبة سراند يحاول هؤلاء جاهدين النهوض بمعركة يرى المدنيون أنها لم تعد معركتهم فالميدان لوحده يتطلب جمع الحصى من أماكن خارج المدينة لعبة عريقة في المجتمع الموريتاني البيراني وهي تمارس في مساحة كبيرة يسكنها البيران التمشي من النيجر إلى مالي إلى السحر الغربية وموريتانيا ولا توجد بشكلها الحالي إلا في هذه الأمكان التي تركم ويقول البعض أنها ترجع إلى عهد هارون الرشيد هي تمارس بشكل يومي على مستوى كثير من الأماكن في موريتانيا ونحن هنا على مستوى الاتحادية طبعا الاتحادية منذ أن أسست صارت تمارس فيها اللعبة كل يوم تقريبا وتنظم فيها مسابقات في محاولاتهم لتطوير اللعبة بغية مواكبة النقلة الحضرية والتمدن استطاع الصناع التقليديون خلق ميادين صغيرة قابلة للحمل وبها وحدها يمكنهم إقناع أهل المدينة بأن أشهر لعبة في تاريخ الصحراء لن تختفي ما دامت تقبل التطوير والتعديل في أركانها أحمد بدي لقناة الآن مقشور تعد هواية تربية طيور البابغاء من الهوايات التي تستقطب قطاعا من هوات تربية الطيور في السعودية وتمثل هذه الهواية مصدرا للدخل يعتمد عليها عدد من مربها نظرا لإقبال عدد كبير من الأسر والشباب على اقتناء هذا الطائر المدلل الذي أصبح لدى البعض بمثابة فرد من الأسرة ويعيش معهم أدق تفاصيل حياتهم واستحابهم له أثناء تنزههم آه ما أجمل هذا الصوت الذي يتغن به طائر البابغاء ذو العرف فوق الرأس الذي يجعل شكله جميل وجداب بألوانه الزاهية وتقليد بعض أنواعه للأصوات تستدعي انتباه بعض المارة هنا وهو ما جعلها طيور محببة للإنسان لتربيتها كطيور مدللة هذه الهواية التي دأب عليها الهاوي والعاشق لها التاجر محمد الحكيم الذي يرى أن مهنته تعتمد على المعرفة والخبرة بأنواع الطيور وجودتها وهي تبدأ كهواية قبل أن تصبح مهنة يعتاش منها ويتاجر بها فهي مصدر رزق الله ولغيره ممن اعتمدوا عليها في حياتهم شكلها جمالي جميل الكعنات هذه زي ما انتم شايفين كيف جاية في مكان فيه خضار وفيه طبيعة فلو احنا سعينا نكون عندنا محمية طيور في مكان زي هذا أو بشكل مقرب من هذا راح يكون شيء جدا جميل واستباقي في هذا البلد الجميل عشق هذه الهواية قد يدفع الشباب إلى تربية طيورهم وكأنها أحد أفراد الأسرة المقربين تارة يطعمها ويتفقدها وتارة يقبلها ويحيطها بكل رعاية وعناية تدور بينهم أجمل الأحاديث الودية وتصل في بعض الأحيان إلى التأثر والحزن في حال الفراق أحب أربي طيور يعني إحنا كان عندنا طيور في البيت وأولادي مرة حبوها يعني لدرجة أني صرت ما أنسا أكلها من ضمن أكلنا وكمان يعني صوتها في الصباح مرة يعني يجيب السعادة أنا أحب زقزقة العصافير بالذات يعني في الصباح وكذا مرة صراحة وناسة يعني فزي كذا يعني لدرجة أنه مرة كان واحد من الطيور عندنا مات فحسيت مرة بحزن بعض الهوايات لا تمنح من يمارسها المتعة فقط ولكنها تدر على من يقوم بها أرباحا وفيرة فالعديد من الشباب استهوتهم تجارة وتربية الطيور فعملوا على ترويضها وتدريبها على النطق إلى أن باتت أقفاصهم تضم مبالغ كبيرة جراء اقتنائهم للطيور النادرة صوتها أعذب من الهمس وأقرب إلى النفس باختصار هي كما الهوى إن طارت لم يبقى بعدها صوت ولا صدى كلمات العشق هذه نظمها عدد من المولاعين بتربية الطيور في معشوقتهم التي تنام عليها الطلب في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق فما أجمل الصح باكرا على صوت زغزغة وتغاريد هذه الطيور لكن داخل القفص في المنزل وليس على رأسي من فوق يا مصباح الأخبار الآن جدة قال محلل في بنك دي بي أس إن عملة البيتكوين هي نوع من أنواع مخطط بونزي وأرجع ذلك إلى تكلفتها المرتفعة ومخطط بونزي هو نظام استثماري يقوم على خدعة المستثمرين بجلب عوائد ضخمة عبر مخاطر مخفضة إذ تقوم فكرته الأساسية على منح قدام المستثمرين العوائد المالية لكن من خلال أموال يتم الحصول عليها عبر مستثمرين جدد تمكن فريق من العلماء من تصنيع يد روبوتية تتمتع بنوع من الحياة البيولوجية الموجودة لدى الجسم البشري لمن فقدوا أيديهم وتتضمن هذه اليد الجديدة أجزاء حيوية تتمثل في سوائل بيولوجية حية تتمتع بنوع من الوظائف الحيوية قادرة على الإحساس بالنمس ونقل هذا الإحساس إلى مخ المريض أو الشخص الذي يستخدمها بطريقة تشبه إحساس اللمس المعتاد مع اليد البشرية قام فريق من المؤرخين الاقتصاديين بترجمة كتابات على ألواح طينية قديمة عمرها أربعة ألاف عام أقامها تجار العصر البرونزي لتحديد موقع المدن القديمة المفقودة منذ زمن طويل وتحتوي اللوحات على خليط من المعاملات التجارية وفائق الشحن والعقود وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكينات مرتبطة بإيران أنقاض داعش في الموصل تتحول إلى حدائق وكان في نشرتنا أيضا إلي شاب لبناني ينجح في التغلب على طيف التوحد بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ويمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة ذاتنا المباشر في ذات الموقع أعوذ ألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في مجاز الأنباء دائما كونوا معنا اشتركوا في القناة